أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد سبعة سبعة الفين أربعة وعشرين سجل سعر الحديد اليوم انخفاضا واضحا لبعض الأنواع داخل المصانع والسوق الاستهلاكي بنستعرض لحضرككم تحديسات سعر الحديد والأسمنت وفق آخر تحديس معلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 38.330 جنيه وسجل انخفاض بقيمة 2151 جنيه في الطن وسجل سعر طن حديد عز قيمة 40 ألف جنيه سجل انخفاضا بقيمة 736 جنيه للطن بلغ سعر حديد السويس 39 ألف جنيه للطن ووصل سعر حديد المركب الـ 41 ألف جنيه للطن وحديد المصريين سجل 41 ألف ومئة جنيه للطن وحديد بشاي سجل 41 ألف جنيه للطن وحديد العشري سجل 37 ألف وخمسمائة جنيه للطن حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه للطن وحديد المعادي سجل 38 ألف وثمانمين جنيه للطن حديد العتال سجل 39 ألف جنيه للطن وحديد مصر ستيل سجل 39 ألف جنيه للطن وحديد بيانكو سجل 38 ألف و 800 جنيه للطن بالنسبة لأسعار الأسمنت النهاردة بلغ قيمة أسمنت النصر 1960 جنيه للطن ووصل سعر طن الأسمنت الرماضي قيمة 2211 جنيه للطن وسعر أسمنت الشركة العربية للتسليح 2000 جنيه للطن وأسمنت العسكري 1950 جنيه للطن وأسمنت طرى وحلوان سجل 1990 جنيه للطن وأسمنت السويس سجل 2000 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت السويس 220 جنيه للطن أسمنت السويدي سجل 2300 جنيه للطن